اشتركوا في القناة صدق الله العلي العظيم زيني اشتركوا في القناة اجاوبك اكو صلاة واجبة واكو صلاة مستحبة اي صحيح بشنوت فرقين بينات سمعت ماما مرة تسأل بابا عن صلاة الايات بوقتها كان اكو كسوف سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله استريحوا بابا استريحوا اشوف بعينكم هواية تساؤلات ايه بابا حسين يسأل عن الصلاة الواجبة والمستحبة نعم بابا الصلاة واجبة وهناك صلاة مستحبة وكل هاي الامور وغيرها راح اوضحها لكم اليوم ان شاء الله بابا اكيد اجاب بالك فشي تدرون شنو اجاب بالي هسا شنو بابا فديوم جتكم الله يرحمة لزن مني دي واخذني لغرفته وحسيت بوقتها انه الموضوع مهم ابني انت والحمد لله تصلي واني راضي عنك بس وليدي الصلاة بها احكام وتفاصيل وشروط هواي ومن واجبي ابينها اليك حتى تكون على علم وبينه بالموضوع يا ري تيابة عندي هواي امور اريد اسأل عنها وافهمها بس قبل ما نحكي عن الصلاة واحكامها لازم تعرف شنو قيمة ومعنى الصلاة تسمعني ابني؟ اسمعك يابة تفضل الصلاة يا ابني هي عمود الدين ومعراج المؤمن وهي صلة العبد بربه وامتنا عليهم السلام كانت علاقتهم بالصلاة ما تنقطع باشد الظروف وعلمونا انحافظ عليها وانقدسها يا بحكي لي قصص عنهم مشنون كانت صلاة حب اعرف حتى اقتدي بيهم امامك علي ابن ابي طالب عليه السلام كان اذا توجه للصلاة ينقطع عن العالم وينشغل مناجات ربه مره رجع من معركة الصفين والسهام متكسرة بجسد الطاهر الشريف انتظروا وقت الصلاة ولما توجه امامنا الى ربه استلوا السهم من جسده الشريف جدكم الله يرحموا بذاك اليوم حتشالي قصص وروايات عن الامة وعلاقتهم بالصلاة بقت بذاكرتي ومفارقتني لهاللحظة يعني حتشالك اكثر من رواية اي بابا امام السجاد زين العابدين عليه السلام كان اذا توضأ للصلاة صفر لونه فيسألونه سيدي لماذا يصفر لونك في الصلاة فيقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم يا بحتيلي بعد انا حب اسمع روايات عن اهل البيت عليهم السلام الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام كان اذا قام للصلاة يبكي ويخفق قلبه خوفا ووجلا من الله وتدري ابني لما وضعوه العباسين بالسجن شنو كان كلامه شنو قال يا ابي خاطب ربه وقال ربي اني طالما كنت اسألك ان تفرغني لعبادتك وقد استجبت مني فلك الحمد على ذلك هستان هستان يعرف الصلاة الواجبة وهي الصلاة التي نؤديها كل يوم صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء اكو صلاة مستحبة؟ نعم بابا اكو صلاة مستحبة راح اوضحها واعددها الكم غير وقت بس اليوم خلي نحكي على الصلوات الواجبة اللي عددتن زينب صلاتنا اليومية؟ نعم كل هاي صلاة واجبة واكو صلوات واجبة اخرى غير الخمسة اللي عددتن؟ نعم بابا غيرهن وعددهن خمسة ايضا راح اعددهن بدون ان اشرحهن لان راح يجي شرحهن كل وحده بمحله بابا صلاة الايات وياهن؟ نعم صلاة الايات وصلاة الطواف الواجب في العمرة والحج والصلاة على الميت هاي ثلاثة بابا اربعة الصلاة التي لم يصلها الوالد لعذر لحظة بابا هذه واجبة على منه؟ يكون قضاؤها واجبا على ولده الاكبر بعد موته فهي من الصلوات الواجبة وخامسا الصلاة التي تجب بالاجارة او بالنذر او اليمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر نعم الكبرى هي الصلاة كل يوم نغسل وانطهر انفسنا وانسادنا من اثار الاستعانة بغير الله خمس مرات ونوقف بين يدي الله شكرا نعم بابا صحيح بشو علاقة هذا الكلام بسؤالي عن هاي الاشياء اللي اشتريناها اللي اريد اقوله انه من ركائز الاسلام الصلاة والصلاة يا ابني كلمات وحركات نقوم بيها صحيح لكن يتبعها سلوك وعمل وقوم بيه ايضا صحيح على الانسان المؤمن ان تكون تصرفاته وسلوكه ترجمة لصلاته والتزامه عليه ان يكون صادق مع الناس يحب اهله واصدقائه احسنت ويتعامل مع كل الناس بأدب وخلق ويطبق كل اخلاقيات الاسلام وسلوكياته حتى رب العزة يقبله ويجعله من المكرمين هسه عرفت المن هاي القرطاسية المن؟ اكيد الصديقة علي مدام جبتلي لازم تجيبلي ابني هذا صديقة كتيم وما اريده يحس الفرق بين دفاترك ودفاترك بابا انت فعلا المؤمن وانا جدا فخور بيك بارك الله بيك ابني يلا ابني كلي نشرب العصير حتى نروح اشتركوا في القناة موسيقى عاشت ايديك ام حسين بالعافية الله يعافيك ابو حسين اليوم من رحت الجوارينا النازلين جديد اي خيرهم أم البيت سئلتني عن اتجاه القبله تعرف صار لهم يومين نازلين ومايعرفون اتجاه القبله فدليتهم بارك الله بيك ومحسين بس لو نفروض ما نعرف اتجاه القبلة شي نساوي بهالحالة إذا بذلت كل جهديك وما قدرت تعرفين اتجاه القبلة صلي بأي اتجاه الظنين هو القبلة وإذا ما كان عندي أي تصور عن اتجاه القبلة الصحيح صلي إلى أي جهة تحتملين اتجاه القبلة فيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بابا شلونك الحمد لله زين بابا ما اتفقنا باتر نكمل حديثنا عن الصلاة وحكامها اي بابا باتر جمعة وحتى يجي علي وياك لأن موضوع الصلاة مهم وتفاصيلة كثيرة بس والدتك كان عندها سؤال وعلى كل حال احنا باتر راح نتكلم عننا بمقدمات الصلاة مقدمات الصلاة؟ نعم بابا ومن ضمنها القبلة اللي والدتك سئلت عنها بابا يعني باتر الصبح أمر على علي واجيبه وياي ان شاء الله ابني واني حاضر وتتدللون انت وعلي بس ابو حسين اجباني سؤال تفضلي اذا متنت اعرف اتجاه القبلة وصليت باتجاه اعتقدته والقبلة وبعد الصلاة عرفت الاتجاه الصحيح يعني اجي شخص اخبرني اعيد الصلاة؟ اذا مضى وقت الصلاة لا يجب عليك القضاء واذا كان الانحراف عن القبلة ما بين اليمين والشمال صحة الصلاة اما اذا كان الانحراف اكثر من ذلك او كانت الصلاة الى الجهة المعاكسة لجهة القبلة ولم يوضي وقت الصلاة فعيدي صلاتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة